هنا سؤال لماذا لم يعدم صدام حسين مونيف الرزاز وعدم غيره بقي مونيف الرزاز من التسعة وسبعين مؤنس طبعا مرجع مؤنس مرجع طبعا احنا اكو شهادة احتقت كتب رواية الاغتيال بكاتم الصوت مو هو ايه كاتم الصوت كتب الرواية جدا جميلة تصور مونيف الرزاز تحت القامة جبرية تحت بس مو باسم اخر باسم الاب الختيار والسيدة الختيارة والطفلة ويرويها رواية كاتم الصوت والصحف الاردنية ايضا قرأتها من الادب السياسي الادب السياسي قرأتها بشكل مرتب وراقي وشنو مداليلها وانا ايضا فككت لان احنا هنا كيف بالتأريخ نحول الرواية التأريخية بالادب السياسي الى نص تأريخي اذا ما كان طبعا يسبب خلل واحنا مونيف الرزاز احتقل هو فما نقدر قول احنا ما احتقل ففككتها انا واخدت الدراسات اللي صارت ورفعت الاسماء المجازية المستعارة خليتها رجعتها رواية رجعتها الى رواية تأريخية انا توفيق الناشي طبعا هو بهاي الفترة اكو اتصالات بين لمعة بين ام مؤنس ومؤنس موجودة لا ما اكو اتصالات تطع الاتصال اطلاقا طبعا بس تجي اخبار عن طريق ابو شاهر مازن الساكت اعتقد زوجتها بقت حسب ما يرويلي هو مازن زوجتها بقت زوجتها مونة من شاهر بقت تروح وترجع عليهم مونة دزت ثلاثة رسائل رسالة بكل القيادة القومية ورسالة الى صدام حسين والرسالة الاخرى لجهة اخرى وطالب الصدام حسين بتشكيل لجنة محايدة لمحاكمة منيف الرزاز على ان تولاها اشخاص مو بالعراق وغير متأثين بالوضع العراقي وقالت انا اقسم للرفيق صدام باني اول من يطلق عليه الرصاص اذا ثبت اذا ثبت ذلك باللجنة الحيادية طبعا صدام سكت مونة ساكت مونة ساكت مازن ما بقى هواية للمعلومات وتقدر انت تسئله مازن بعديا طبعا طبعا قل له نعيم حدد لا حذروه لا شنه هي القضية القضية ان نعيم حداد قل له يا مازن تكتب عليك تقارير وكنت امزقها واخر من كتب عليك الرفيق طارق عزيز ما اقدر امزق رسالته لان اعضو قيادة قطرية ووزير ومحسوب على الرفيق ابو عدي فما نقدر احنا فانت حاول تنجو بجلدك بعدين هو رجع بالحب العاقل مونيف الرزال من التسعة وسبعين لالأربعة وثمانين ماذا كان يفعل لا قبل هاي جاء جلالة الملك حسين وسيطا اها جلالة الملك الحسين ابن طلال اجى ملك الاردن وسيط الاصد هو مو الملك الحسين اجى قبل هواي اخر من وصله يقول الروتبان اقصد اللي اجوا لصدام لمكان اقامة صدام توسطوا بعثيين كثر ولكن كان ما اعتقد اجاب بعثيين محد يجرأ لا كانوا يتكلمون بصفة محد يجرأ انا اللي افتهمته من لان هذا الكتاب مو كل اللي ذكرت بي لا مو محد يجرأ هنا اكو رفاق اكو بعثيين يعني حكوا مع صدام شنو مضرته اللي محسوبين علي ذولة اتجول جهة الامنية ذولة هم يعرفون اشعنده واشعيدهم فهم ما يقدرون يطلعون خارج السرب خارج اي خارج يغردون خارج السرب اجي الملك الحسين بن طلال باعتبار الملك الحسين بن طلال اتجمع علاقات علاقات صداقة واتحالف واتحالف قل له وهذا اردني قل له منيف الرزاز اخذه اياي بالطيارة مالتي وانا احدد اقامته وننهي القضية باوع لصدام حسين قال لجلالة الملك انت تحكي يعني بشكل صريح لو مثلا جاي تمزح قال لها بشكل صريح قال لك كيف بشكل صريح انت كم مرة سجنته بالاردن وما سكت سحبت عنها الجنسية وطرتها الى سوريا بداية الخمسينيات وما رحمته يا بسجن الجفر وانا هناك موجود صور الصور كاملة بالجفر حدود بهذا الكتاب 45 صورة بالجفر ايضا سجنته دزيت علي لا مو الاهم الاهم قال لها قال لها راح يكتب التجربة المرة اي 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 فقال قال لها اصلا هو قضى عمره خارج الاردن سب معار قال لها الان هو كتب التجربة المرة بعد 66 لو طلع من العراق سيكتب التجربة الامر قال امنعه قال سيعطيها الى ابنائه وتطبع لاحقا وتطبع لاحقا وسيستخدم التشير قال لان هذا رجل لا ينثني عن كلامه ولا يوزع مبادئها او يساوم عليها اهنا سؤال لماذا لم يعدم صدام حسين منيف الرزاز وعدم غيره صدام مهما كان شخصية عربية ربما عروفة يعني لا هناك اول شيء ما رأي يكسر علاقته مع الملك الحسين بن طلال العراق مقبل كان على الحرب العراقية وبعدها ما رأي ينشر الغسيل يوسع من مساحة الغسيل من مساحة الغسيل زائدا ان منيف الرزاز كانت قاعدة قوية بين بعثيين اردن والاردن العفو وبيروت والبعثيين السوريين الموجودين في بيروت بعثيين الشام والاردن لهمهم لا موجودين بالشام مؤيدين لانه كان بضط حافظ الاسد لا لا بس هناك بعثيون ولكن سيستخدم متعاطفون معا سيستخدمها سيستخدمها هذه القضية الرئيس حافظ الاسد ضصة دام حسين ويقول عم احنا عارضنا من عارضنا ما سونا لشيء بينما بابسط كلام معدم صدام حسين إذا النظام ديكتاتوري لذلك بقي منيف الرزاس تحت الإقامة الجبرية من التسعة وسبعين إلى الأربعة وثمانين بالأربعة بهذه الفترة يقال كان يكتب مقالات ويقال معلومة أعتقد صحيحة ما أعرف شقد دقيقة بالضبط يعني ما أقدر أجزم بيها أنه مازن الساكت عن طريق زوج تقدر يهرب بعض مذكراته بس متحفظ عليها يعني أول شيء هو من دوهم بيته دوهم المنزل يعني أخذ كل ما متعلق به هس الشيء ضام مكان ما أحد هاي ما أعرف بيه المذكرات هاي تقدر يعني أنت إذا أكو شيء مضموم تسأل عمر الرزاز دكتور أنا أتمنى من هذا المنبر أنه الأخ المعالي وزير التعليم والتعليم بالأردن الدكتور وهو شخصية من شخصية التكنقراطة المهمة بالأردن نعم أتمنى عليها أن يدلي بشهادتي ليكمل ما وثقته أنت المهم بعدين كيف النهاية شون كانت النهاية يعني النهاية كان هناك وضع مقيد تحت لقامة جبرية وكان الوضع جدا يعني بالنسبة هو صحيح وضع أنه أكو أكل ومنزل فخم ولكن الرجل قيدت إقامته وهكذا ناس وقال بدأ يذوي تدريجيا هو بالأصل جسمه ضعيف وكبير يعني موالد 19 يعني مقارنة بالمشاكل اللي مرت على وضعه يعني 65 سنة القضية الأهم أنه كان طبيب عسكري يعالج أنا حاولت أعرف اسم الطبيب قال لي دكتور عمر رزاز تمنيت أن تكون الوالدة على قيد الحياة زودتك بأوصافه أو بإسمه كان يزوره هذا الطبيب عسكري يطمئله يسولفون ويبعض يدردشون فكان يطيه علاج العلاج الضغط يعني الضغط يعني الضغط تعرف أن مونيف الرزاز أول شيء طبيب ويعرف العلاج وبعدين هو أول نقيب للصيادة للأردنيين ولكن هذه الفترة الانقطاع يعني تعرف أن هناك شركات تأتي للعلاج نوعية جديدة فإجي علاج يجو يلأكل إذا خلص هو الأكل يتسوق إلى الدولة وتجيب إليه يجي علاج قال لهم هاي العلبة هاي مو العلبة كنت أتعاطاها قال له لا بس الشركة تغيرت يا دكتور هي الشركة طيب هي كابسولات ما يعرف يعني المهم أخذ وحدة منها طيب ما كان موجود تدهور الصحة بدأ وبدأ يقي يتغيأ يتقيأ دم أو دمن العفو يتقيأ دمن و أصبح يعني جثة فقط تتنفس فخابرت لأن كان أكو مخابرة يعني شون تليفون مركزي يعني بس بالطبيب خابرت الطبيب إجاء الطبيب طلبه والإسعاف ما أجد ما أجد الإسعاف هذا نقل عمر عن والدته أنت كمؤرخ تركن إلى فرضية أن هذا تسميم له شك ظن له يقين هي مو قضية الظن أول شي خابرة والإسعاف الإسعاف ما أجد إحنا معطيات الحدث حتى هاي المعطيات مو كافية أن تجعل الحدث يقيني أنا أجايك العلاج الذي نطع إليه نفترض على فرضية الدكتور حميد عبدالله أنه تأخرت الإسعاف فقام يبتشي الطبيب ليش أدقى أنا مو جايك ليش أدقى الحكم ليش قضية لا ما أحكم أنا أنا راح أربط لك الكلام ما راح يكون ضمن قرينة القرينة هو قللها الطبيب هسه ها ما تعتبر قللها الطبيب من هذا السمو الإسعاف بعد ما توفق يجي تسليم الجثمان اشترطت الحكومة العراقية على الحكومة الأردنية لا يفحص ولا يشرح من يقول هذا عمر الرزاج قل استلمنا بله تشريح ردنا أن نعرف سبب قال لنا إحنا متفقين ولنسونا مشكلة إحنا أنتم توقعوا أنتم الأسرة إذا طالبتوا بتشريحة زينة ولم والدتكم ما تجي والجثمان يتفن بالبغداد فأنتم لا تستفادون شيء ويطلعون لهم مصية أو كذا أنه هو أوصى وإذا هايطلعون والدتكم على التلفزيون تقول هو أوصى مجبارة تقبلون أم لا هاي شهادة عمر هاي شهادة عمر هو يسمعني الآن من على قناة مكتوبة قناة الفلوجة بقطعا كتبها إلي ودنسها هاي بخطة هو مراسلات إدزلي يعني يعني إحنا بعد دكتور إحنا بعالم التكنولوجيا يعرف بعالم التكنولوجيا قصدي ما أقصد بخطة القلم الحبر لوجا نعم يعني أقصد عن طريق الإيميل للشخص إلي فهاي القضية أنه هو هنا نفس اعتراضك هو اعتراض صلاح عمر العلي قال لي الشهادة هل تأخذ قلت للشهادة من زوجته ورفضت الحكومة العراقية قال إذن هي شهادة حقيقية شنو شهادة الشهادة هاي الحادثة أيضا من كنت أتناقش مع صلاح عمر العلي وكان هو يتعالج بأحد الدول الأوروبية وسألت على القضية قلت له أنت شنو رأيك لأن أنا وجهة نظري وجهة نظري أن التأريخ قلت لك أمس أنا وجهة نظري أن التأريخ هو التأريخ اللي جايين كتب حاليا التأريخ العراق الجدلي المساحات الفراغ التأريخي به واسعة كيف نقربها ونصيغها معلومة تأريخية هو عبارة التأريخ عبارة عن وجهات نظر متباينة وليست حقائق يقينية ثابتة اليقينية هنا قابلة للصعود الإطلاقي أو للنسبية متى ما كان الحدث مهم زين ليش ما سألت ليش وعالدت وهي مثقفة وكاتبة ليش ما كتبت شيء هي ما كتبت وليش أسئلة أنا أحد المجلات الأردنية وأنا أرفقتها أرفقتها بالوثائق باعتبار نحن قلنا المجلة والصحيفة وثيقة سئلوها قالت قالت بعد ما داعي يعني هما كانوا عائلة جدا مهذبين ما العلاقة بال 2011 عائلة كلهم مثقفين مؤنس كاتب معروف نعم عمر دكتور ومن الشخصيات دكتورة اقتصاد دكتورة اقتصاد صار مدير عام الضمان والآن وزير التعليم وصندوق الملك الحسيني بن طلع طبعا والتسكين ولمعة زوج تشاعرة ومثقفة كبيرة حتى زينة الآن معروف يعني أيضا أكاديمية أكاديمية يعني هما مو خضية يقول عمر نحن عائلة قليلة العدد كبيرة العطاء طبعا صحيح احنا قليلة العدد يقول لما تذهب إلى لمعة بسيسو ستجد الشعر طبعا وأنها أول امرأة إذا عيس لما تذهب إلى مؤنس ما يحتاج مؤنس طبعا مؤنس مؤنس بس الدق حسبه مؤنس حسبه مؤنس وبالنسبة هذا الوالد معروف هو معروف هنا أن هما ما أرادوا يفتحون جبهة وصير قضية وهو أصلا أخذوا تعهد شوف كاتب أردني روى مايلي قال بالواحد وتسعين من العراق ضرب إسرائيل بتسعة وثلاثين صاروخ يقول كنت متجهة أزور أم مؤنس أيها الصحية فيقول من شافتني قالتلي هل سامحته على صدام هل سامحته هي عاطفة يعني عاطفيا عاطفة لأن صدام نحن نعرف إيش ضرب إسرائيل هسو ما نعلاقبها للمضر بس هي قصدي للواقع هي قالتلي يقول لما زرتها ما تذكرها منه الكاتب يعني ما تذكرها هي موجود هو اسمه يقول لما زرتها قالت هل سامح الصدام سامحته هل سامح الصدام ولكن هو السبب الأساس هو مؤخد التعهد المهم بالنهاية دفن في الأردن دون تشريح دفن في الأردن لا تشريح صالة بدون تشريح عفوا بدون تشريح صالة تشريح ولكن تشريح أصلا جثمان لم يكشف عنه أعتقد حتى تغسيل جثمان وتكفينا هو جرى في العراق رحل منيف الرزاز يعني رحل كشخص حالم رحل حاملا أسراره وأحلامه هو هو ينقل إنه مو فقط أسرار العراق أسرار الأردن لأنه لما اتحاكوا يا صدام اتحاكوا يا صدام وقال له هذا الكلام يا رفيق صدام ما قال له فقط هذا الكلام قال له أنا سأذهب إلى الأردن وقلت لك أنا حالم سأذهب إلى الأردن وهناك أعارضك كما عرضت الملك الحسين صدام يعني شخصية منيف الرزاز لم يجيد قراءة لم يجد لم يجد قراءة نفسية صدام حسين قبل القضايا لا ويقال صدام قال له لماذا لم تصمت كما صمت الأستاذ عفلق قال له لماذا لم تصمت كما صمت الأستاذ عفلق في قضية 79 79 هي بنفس الوقت إلها إلها ترسبات بالـ 78 لما صارت قضية الوحدة المزعومة أنه اشترط اشترط حزب البعث اشترط ثثث الحافظ الأسئل قال لا مانع نرفض أن يكون عفلق لأنه يكون لا مانع من أن يأتي منيف لماذا صدام حسين تبع أنه خط عفلق السؤال هنا هذه قضية فيها تحليل لأنه لأنه كان يرفع بمستوى صدام إعلاميا وكذا وينقل أن مؤنس الرزاج بمذكراته يقول أنا كنت حاضر والوالد حاضر والحاضرين غير ذول الثنين ميشيل عفلق في منزل ميشيل عفلق يقول لما طرع حد الرفاق قال أن حافظ الأسد نقل هذا الكلام للرفيق أحمد حسن البكر أنه يقبل بمنيف أمينا عاما ينقل بأن وجه عفلق مؤنس منتقع منتقع أو كفهر هو وجه بالأصل محنط رجل راح الدار حقه يقول والدي ما أخذ باله لأنه بدأ النقل يسولف يقول لما بدأ الوالد بالكلام قال أن لا يهم اسمي أو اسم الأستاذ عفلق نحن همشو يتمشي المسيرة يتوحد البلدين إذن مشروع حزب البعث الذي ناضلنا من أجله يمضي يمضي ولكن مضى ولكن سارت الرياح بما لا تشتهي السفن إذن شكرا لك انتهى هذا انتهز من الحلقة وانتهت قصة معها انتهت قصة الراحل الكبير الدكتور المفكر منيف الرزاج شكرا لك على هذه الحلقة لنا معك حلقة أو حلقتين